خطوة غير مسبوقة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة يقدمها مستشفى سوهاج الجامعي الجديد الذي افتتحه الرئيس السيسي خلال زيارته للمحافظة حيث توفر هذه المستشفى خدمات طبية وذلك من خلال وحدات علاجية نوعية حديثة في عدة تخصصات نوعية كانت تحتاجها المنظومة الطبية بمحافظة الصعيد جهود حسيسة تبزلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية في جميع محافظات الجمهورية ومن ضمنها محافظات الصعيد وذلك من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ويأتي مستشفى سوهاج الجامعي الجديد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الأخيرة لمحافظة سوهاج ضمن تلك الجهود ويمثل إضافة قوية للمنظومة الطبية بمحافظات صعيد مصر حيث يوفر خدمات طبية من خلال وحدات علاجية نوعية حديثة في عدة تخصصات نوعية كانت تحتاجها المنظومة الطبية بمحافظات الصعيد المستشفى مدعوم ب53 عيادة خارجية و16 غرفة عمليات كاملة التجهيز به أيضا مبنى تعليمي مكون من دورين في كل دور فيه مدرج وعدد خمس فصول دراسية للطلاب نستطيع من خلال تقنية الفيديو كونفرنس نقل ما يجري داخل غرف العمليات للتعلم للطلاب من طلاب كلية الطب أيضا نستطيع استقبالهم في العيادات الخارجية للتدريب على كيفية تشخيص الأمراض وعيلك المستشفى الجامعي التعليمي الجديد يضم 16 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات المتطورة طبيا كما توجد أربع غرف مناظير جراحية مختلفة فضلا عن غرفتين للولادة القيصرية وأربع غرف للولادة الطبيعية المستشفى تكون من مبنى رئيسي على مسططة 5000 متر تكون من دور أرضي وأول وعلوي وثاني علوي وثاني علوي وثاني علوي ورابع علوي الدور الأرض يتكون من قسم الطوارئ وقسم الأشعة ومطبخ مركزي وتعقيم مركزي ومقسلة الموتى أما الدور الأول يتكون من قسم الغسيل الكروي وقسم المعامل المركزية وعادات خارجية الدور الثاني يتكون من نظير جراحية وعادات خارجية الدور الثلاث يتكون من حضنات مبتسرين وغرف إقامة أما الدور الأرض يتكون من قسم العمليات والرعاية المركزة مستشفى صهاج الجامعية يضم 300 سرير بالإضافة إلى المبنى التعليمي المطور الملحق بالمستشفى حيث وفرت الجامعة 300 طبيب مقيم في المستشفى ويصل عدد الأساتذة إلى نحو 965 طبيباً ما بين مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ واختصاصي